الوقت هنتكلم عن بتاعت الفيميل عندنا احنا قلنا ست حاجات اول حاجة هنبدأ بها هي عبارة عن الاوفري التسكيمة بتاعته من برا ان هو بيبقى شبه الموز كده من برا سواء كانت اتنين سواء في واحدة فيها ستة تمام هي كزا شريحة بس ان هي ليها شكل محدد ان هي عبارة عن كأنها موزة كده من برا تمام تحت المايكروسكوب هبدأ انه نقلي هاي الاشكال دي تبقى عبارة عن الفوليكل تمام هكتب الكومنت بتاع الاوفري التسكيمة هو موز اكثر من برا الكومنت بتاعه هو عبارة عن استرومة وبارينكيمة بالنسبة للسترومة هقسمها الكورتيكس ومضالة الكورتيكس بيبقى عن الاوفريان فوليكل بيبقى جواء الاوفريان فوليكل بيبقى فيبرو بلوست بيبقى في الكولوجين فايبر تاب المنضالة بيبقى فيها بلوت فيزلز كونكتف تشو بيبقى فيها ليمفاتيك بيبقى فيها نورف تمام يبقى دي بالنسبة للسترومة البارينكيمة بيبقى فيها الاوفريان فوليكل والانترستيشيال سيل يبقى الاوفري تسكيمة بتاعته ان هو شبه الموز كده من برا تحت المايكروسكوب بلاقي الاشكال دي اكتر حاجة ان هي الاوفريان فوليكل الكومنت بتاعه استرومة وبارينكيمة وهقسم الليسترومة الحاكتين ياما كورتك ياما مضالة كورتكس بيبقى عبارة عن اوفريان فوليكل بيبقى عبارة عن سبندل شيب فيبر بلاس كولوجين فايبر والمضالة عبارة عن تورشيوز بلاد فيزلز كونكتف تشو وينفاتيك وينورفز تاب البارينكيمة برضو اوفريان فوليكل وبيبقى فيه انترستيشيال سيل البديئة والشريحة اللي هي عبارة عن الاوفري تاني حاجة عبارة عن الفالوبيان تيوب شريحة الفالوبيان تيوب بحرف ان هي ثلاث دوار صغيرة على الشريحة يما ثلاثة بس في شريحة ثلاثة وتلاتة ينبع لنا yellow-chid you, عرفت ان هي التلات دواير? حكتب بتاعها عبارة عن مايكوزة وصيرروزة. المايكوزة عبارة عن تمام? يبقى والماسكولوزة حكتين اتنين يبقى هكتين يبقى رون غير واؤتر الانية. وبيبقى عبارة عن تشوي. يبقى الفالوب ينطيوب. انا عرفها ازاي? تلات دوائر. تلات نقط كده. تمام? او ممكن تبقى ستة متاتة جنب بعض. تحت المايكروسكوب اهلاقي الاشكال دي ان تلات كوار برضو. حدا ان انا اكتب بتاعي مايكوزة مسكولوزة سيروزة. المايكوزة عبارة عن سيمبل كولامينار بارشيالي سيليات بارشيالي سيكريتوري. تمام? ويبقى عبارة عن الاتنين حاكتين يبقى بلام حاكتين يبقى واؤتر لونج دينونة الاو مع الاو. السيروزة عبارة عن دي شريحة تانية نزل لكم اسمها اللي هي عبارة عن فالوب ينطيوب. تبقى شكلها عامل زي اللي هو التسكيمة بتاعتها مسلا ان هو نقول ان هي آآ كرة ويبقى هو مسلا الشكل ده كده. يبقى دي عبارة عن الاو في داكت. تمام? تبقى تلاقي الكومنت اللي انا هكتبه. الكومنت هو نفس الفالوب ينطيوب ما اوفيداكت يعني فالوب ينطيوب. يبقى ما يكون ذا مسكولوزة وسيروزة. يبقى ده بالنسبة لي الفالوب ينطيوب. بعد كده اليوتروس. اليوتروس شكله بيبقى عامل ازاي? انا قلت ان شكله بيبقى شبه اليوتروس اللي هو الحقيقة. والحطة اللي طلع دي اللي هي شبه الفاجينا فانا قلت ان شكله ممكن اسكمها بالطريقة دي. ان هو ده اليوتروس ودي الفاجينا كأن كده او حاجة. طب تحت الميكروسكوب اليوتروس بيبقى عبارة عن كزا طبقة. بيبقى كزا طبقة. فاهم حاجة ان انت تكتب الاندوميتريم مايوميتريم بريمتريم. تمام? وتبدأ تكتب تحت كل حاجة فيهم اه كزا وخلاص بس اهم حاجة الاندوميتريم مايوميتريم بريمتريم. الاندوميتريم بيبقى عبارة عن سيمبل كولامنر سلياتد ونان سلياتد. وبيبقى فيه وبيبقى فيه تراين جليند. ده بالنسبة للاندوميتريم. طب الميو ده عبارة عن مصص. بتبقى صوب ميكوزل. او صوب ميكوزل ليير. وفاسكولول ليير وسوبرا فاسكولر ليير. الصوب ميكوزل والسبرا فاسكولر. التنين در بيبقى لونججدونل. والفاسكولر بتبقى ميدل سيركولر او طرال لونججدونل. طعم? كده? يبقى بالنسبة للمايوميتريم. البريمتريم. البريمتريم اليوتروس فيه جزء منه بيبقى في بروتنيام متغطيب ببروتنيام جزء لا. فهيبقى فيه ادفنتيشيا كونكتف تشو وسير روزة اللي هي عبارة عن كونكتف تشو ويه ميزوسيليم. يبقى عندنا تاني اليوترس. شكله هي الشريحة دي. تمام? حاجة اليوترس من جوة. وفيه اليومان فادي. وبعدين فيه جزء اللي هو الفاجين. انا قلت لني يا شبه الفاجين اه ممكن نقول من ار كده. تحت المايكروسكوب هلاقي كزا طبقة. ادي اليومان بتاعته. والفيديو دي سور من الفيديو. تمام? متحركة من الجزء كده بالشكل ده. هكتب ايه? هيكتب ايه? هيكتب اندومتريام مايومتريام بريمتريام والاندومتريام بيبقى عبارة عن السامبل وبيبقى فيه. مايومتريم عبارة عن مصر كونة من كزا من كزا ليير ميكوسيلير ميكوسيلير ليير وسوبرفسيكرار للتنين الاس بيبقى عبارة عن وفي النصف وثير سيركولر واؤظر لون التاعتهasta في النصف بالمنصف البرمتريم قلنا ان اليوترس جزء منه متغطى بالبروتونيوم وجزء لا. بيبقى عبارة عن ادفنتيشيا كونكتفتشو وسيروريزة اللي هي عبارة عن كونكتفتشو وميزوسيليم. يبقى دي بالنسبة لشريحة اليوترس. الفاجاينة. الفاجاينة بتبقى عبارة عن كأنها شبهة السكان كده. انا ساكمتها زي. لو خدنا بالنا ان الشريحة من بره فيه جزء متحدد ولونه واضح قوي. بيبقى لونه بنفسي جي قوي. اللي هو الخط ده. وفيه حاجة منه كده. وتحت الميكروسكوب بيبقى واضح قوي اللون بيبقى اغمى من باقي الشريحة. تمام? لان ان هو عبارة عن تمام? فانا عندي دي بالنسبة لشريحة الفاجاينة هلاقي حاجة الخط ده متحدد ولونه اوضح من الباقي او اغمى من الباقي وتحت الميكروسكوب هلاقيها برضو غمق وفيه كده. تمام? اه الكومنت بتاعته. هي عبارة عن ميكوزة ومسكولوزة وادفنتيشي. الميكوزة عبارة عن وممكن اهلاقي بقى بلوت فيزلز وكده. تمام? بالنسبة لي المسكولوزة. بتبقى انر سيركيلر اوتر لونجديدونل. والادفنتيشي عبارة عن كونكتف تشو. يبقى الفاجينة سهلة جدا. عبارة عن السكن. اني اعرف بس اللي هو الخط اللي بيبقى لونه اغمى من الباقي وتحت الميكروسكوب نفس الحكاية لانه هو عبارة عن بيبقى فيه بلوت فيزلز. اه عندنا بيبقى فيه لوس كونكتف تشو. بالنسبة لي المسكولوزة هي عبارة عن موسلز. انر سيركيلر واوتر لونجديدونل. والادفنتيشي عبارة عن كونكتف تشو. بعد كده هنيجي للماماري جلاند وفيه شريحتين. ياما الريستنج ياما الاكتاتين. دي يعني الماماري جلاند بتاعت واحدة اضلت بس نون بريجنانت يعني مش هيبقى فيه ميلة. الشريحة من برة تسكيمة بتاعتها بتبقى شبه ورقة الشجر. ازاي انا شبهة ورقة الشجر هي بتبقى حاكتين صغيرين كده. الشكل ده بتبقى عاملة كده. يبقى فيه جزء منها فهنا شبهنا نياه شبه ورقة الشجر كده. تمام? من جوه بيبقى فيه حاجات متلغبطة لان هي بتبقى عبارة عن كتير وبيبقى فيه كتير. تمام? يبقى دي شريحة منها. فيه شريحة كمان نزلت اه انا شبهتاني يا شبه السكينة كده شوية. الاتنين عبارة عن يبقى من برة اما شبه ورقة الشجر كده. ياما شريحة شبه السكينة يبقى دي الاتنين دول عبارة عن تحت الميكروسكوب. هلاقي الاشكال دي حاجات متلغبطة كتير لونها بنفسجي عبارة عن كونكتف تشو كتير. الكومنت اللي انا هكتبه هي عبارة عن استرومة وبارينكما. هيبقى فيه انتر لوبر ولوبيلر سبتة اللوبر اللي هي بتقسم الجلانت للوبس واللوبيلر بتقسم اللوبس للوبيولز تمام? وبيبقى فيه كونكتف تشو. البارينكما. البارينكما احنا قلنا مش هيبقى فيه ملك. يعني ما فيش المصنع اللي بيطلع الملك اللي هي الالفولاي. ففي الريستنج المامرينج لازم بتكتب داقت سيستم اونلي. ما فيش الفولاي. بتبقى عبارة عن داقت سيستم اونلي. فبيبقى فيه انتر لوبيلر. وانتر لوبيلر. ويلاكتفيروس داقت وبيبقى فيه لكتفيروس سينيسيس. يبقى دي بالنسبة لشريحة الريستنج المامرينج لانت عندنا بتبقى ورق آآ ورقة الشجر كده من برة. تمام اللومة اللي اتنين دول. او في شريحة كمان اندهية شبه السكينة. آآ بتاع الاسترومة. الاسترومة حاجة هتقسم الجيلاند اللوبس وبعدين تقسم اللوبس اللي هي عبارة عن السبتة ويبقى فيه تشو. البارينكما فدي واحدة مفيش ملك مفيش الفولاي. يبقى انترالوبيلر وانترالوبيلر وليكتيفيروس سكت وبيبقى فيه سينيسز. تمام كده? اخر شريحة هي عبارة عن يبقى دي واحدة آآ بريجنانت بيبقى فيه ملك. فاول حاجة هشوفها هي عبارة عن طب هي التسكيمة الاول اول مجيلي عشان اعرفها من برة. بيبقى شكلها من ازاي? قال لك شبه لحمة كده اللي هي عبارة عن مصل. يبقى شكلها من برة مصل. لونها احمر. تبقى الشكل ده كده. تمام? تحت الميكروسكوب. هبدأ ان انا لاقي اول ما اول ما شفت الفيديو عبارة عن نبس كده. واحد اتنين ومتقسم في النص بيبقى فيها سبتة. تمام? وبيبقى فيه وكمان بيبقى فيه لان دي آآ بريجنانت بيبقى فيه ملك فبيبقى فيه يبقى اول حاجة تكتبها في وكمان بيبقى فيه وفيه لوس كونكتف تشو. وبدأ فيه ملك هيبقى فيه فات روبلت. ودي بتبقى اكتر من اكتر حاجات الوضع على فات روبلت. وبيبقى فيه كمان سكرتور الفاكيوز. يبقى عندنا الشريحة من بارة عبارة عن آآ مصيز كأنها كتعة مصيز كده. بتاعت. لوب ومتقسمة. آآ فهلاقي حكتب الفاكيوز. يبقى دي كل الحاجات اللي لاقيه بالنسبة اللي فيه شريحة كمان. آآ الشريحة مش واضحة يعني مش عارفة كمية. يعني زالون مسلا. بس آآ التسكيمة بتاعتها اكتر ان هي تحت. لو شفنا الفاديو بتاع. بتبقى عبارة عن فراغات كتير اللي هي عبارة عن فات روبلت كتير وسكريتور فاكيوز كتير. يبقى عندنا تاني. فيه شريح تاني. اما واحدة شبه المصل كده. اما واحدة تانية شبه آآ آآ مالهاش شكلة او فيها لونين. وتحت الميكروسكوب بيبقى فيها فراغات كتير قوي. تمام? آآ فبتبقى عبارة عن ايه? النفس اللي النفس الكومنت الفلوي انترالوبيلر داكت كونكتف تشو. فات روبلت وفاكيوز وآآ سمول ولارش داكت. كده ان خلصت بالنسبة لكل شرايح الفيميل. هاخد مراجعة سريعة كده بالنسبة لالفيميل. عندنا شرايح الفيميل. ست حاجات. هنبدأ بالاوفري. تبقى شبه الموزة من بره. نكتفل ان هي نشوفها من بره عشان نعرفها. من جوه عبارة عن استراما وبرينكما. قلنا الاستراما فيها كورتكس ومضالة وفيهم آآ الكورتكس اهم حاجة والنسبة للشيب والكولوجين والمضالة فيها بقى واللنف والنيرف. البارينكما. بتبقى عبارة عن وانترستيشيال دا بالنسبة لي الفال هو من بره تلات نقاط. تمام? او تلات دوائر صغيرة على الشريحة من بره. تلاتة وتلاتة ستة او ممكن تبقى تلاتة الوحضور. تمام? بيبقى في ميكوزة مسكولوزة سيروزة. الميكوزة عبارة عن سيمبل كولامنر بارشيالي سيليات بارشيالي سيكريتوري لان بيبقى الفالو بيان فيها آآ سيليا كده بتبدأ ان هي تحرك كالفوليكل. تمام? المسكولوزة عبارة عن حاكتين بدام حاكتين يبقى والسيروزة عبارة عن كونيكتف تشو. وهي بلاد فيزلز. هي عبارة عن نفس الكومنت هنكتبه بس او ما نشوف شريحة هنقول ونكتب الكومنت بتاعتها. تمام? هي باية نزلة لنا الشريحة دي باسم نكتب الكومنت بتاع الفالو بيان تيوب وشكلها قلنا ايه? نوع كأن في آآ الشكل ده جوه كده هي حاجة مميزة لها تعالي? اللي هو كأن في واحد جوه كده يعني ثانية. دي هو الشكل ده. تمام? دي بلنفتة لهيه الاوفيداكت. قلنا ان هو كأنه حاجة من كده او والفاجينا. آآ تحت الميكروسكوب كزا طبقة لان هو اساسا اندومتريم ومايومتريم وبيريمتريم. آآ كل واحدة فيهم بيبقى لها كزا تلات حاجات. الاندومتريم تلاتة والمايومتريم تلاتة الاندومتريم بيبقى سيمبل كولاميلر. سليات دونان سليات دول والكوليجين والليتراين. الميومتريم يبقى عبارة عن مصص. صب مايكوزل وسبرا فاسكولر. الاتنين الاسلية صب مايكوزل والسبرا فاسكولر عبارة عن آآ لونجتيدونل. وي الفاسكولر ميدل سيركولر اوتر لونجتيدونل. آخر حاجة البريمتريم آآ البريمتريم عبارة عن اللي هو ادفنتيشيا وسيروزا الاتنين مع بعض لانه جزء منه بتحوض البروتونية مع جزء لأه في الفاجينا بتبقى شبه الشريح شبه الاسكن وانا قلت ان هي بيبقى فيه خط كده لونه اتقل من الباقي. لو جينا تحت برضو بيبقى اغمق اللون مختلف. بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى عبارة عن ميكوزلوزا ادفنتيشيا. الميكوزل وبيبقى فيه لوس كونكتف تيشو بلوت بيزل. المسكولوزا مسلز انر سيوتر لونجتيدونل والادمنتيشيا كونكتف تيشو. بعد كده اخدنا المميز فيها الشريحة من بره ورقة شجر. تبقى شبه للسكينة كده. بيبقى بيبقى فيها ميلك فيها الفولاي. بيبقى فيه اه كونكتف تيشو عشان وشكلها من بره بتبقى شبه المصل. ودي شريحة كمان. وانا هي من جورة تبقى فراغات اكتر. اه يا رب تكون استفدتوا وان شاء الله اه يعني تكون استفدتوا من العملية ان شاء الله اه يبقى المتحان كويس. شكرا.